اهلا وسهلا بكم الخبر الرابع من صحيفة المدينة الشورى للخارجية المملكة تواجه هجمة اعلامية شرسة اين دوركم نتابع دعا اعضاء مجلس الشورى وزارة الخارجية الى حماية المواطن السعودي خارجيا وقالوا ان المملكة تواجه هجمة اعلامية شرسة ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة من هذه الهجمة وطالبوا السفارات والملحقيات بالتفاعل مع قضاياهم والنظر فيها باسرع وقت وطالب الاعضاء الوزارة بالنظر في السعوديين المهاجرين خارجيا حيث وصل عددهم وفق الاحصاءات الى مليون سعودي تفضل دكتور اهلا والله شوف ترى للامانة يعني وانت دا قعدنا السنتين الاولى او السنة ونص نجلد الشورى والله عندهم لمسات حلوة بدأ يحمل العين وكما يقولون بدأ يعض شوية شوف ابدأ النياب تطلع ويكشرون على نيابهم احيانا مثل الاخبار هذه وهذا جيد هذا اللي نتمنى شوف ما احد قال لهم الرايحي ولا احد سجنهم لما نرفعوا الصوت ولو يرفعون اكثر بعد احسن في صالح في مصلحة الوطن والمواطن هذا اللي نريد لان كلنا في الاخير نخدم مصلحة الوطن باي شكل كان عندنا الان في الخبر جهتين الهجمة الاعلامية الشرسة وعندنا الرعاية السعودية المقيمة الخارج السعودية وهذه كل واحدة لها تفصيل الهجمة الشرسة انت لما تقرأ في مقال في صحيفة المدينة او في عقاب واحد يفضح السياسة الايرانية ايش نستفيد انا وانت ما عارفين الكلام اللي يقولون والقرى عرب نحن يا جماعة نريد نريد قنوات تخاطب الناس بلغاتهم وفي اماكنهم مثلا مثلا لما يكون مثلا في قناة مخصصة بالفارسية وهم فتحوا قبل بس ما ادري عن نشاطها تكلم الفارسيين تكلم الارض وتكلم انت مهمة كم تشعر لا لا انا معي ليش يا دكتور انا رأيي انه غير مفيد انك تفتح قناة سعودية فارسية لانه ما احد يراه انا شوف انا مع فكرة استعجار لا مع فكرة زرع متحدين سعوديين في كل القنوات في الحالة هذا هي في الحلول ذي كلها انا اغطيك الحين الافكار اللي جاياتي بس انت تقاطعني دائما تقاطع العلماء ولا تحترموا مكفي انك قاعد ركبوا ونصوا برضو تقاطع لا دي على رجل على رجل اي واحدة على واحد اول شي اللي حين عندكم 500 الف مدرس لغة انجليزية ما يشاركون في الصحف العالمية ما يكتبون ابدا نحن نريد ان ندافع او نبين السياسة السعودية كلهم بجهد ومتحدث رسمي معه جيد كاتب بسيط كاتل وكاتب صفحة القراء يعقب على مقال في الصحف الفارسية هذا شي جيد تعرف انت دائما زمان كانت الاذاعات تشوش على بعضها كان العالم العربي شوش على اذاعة لندن لانه تجيب اخبار غير شوف كيف كان بذاعة لندن العربية نجي للشي الثاني عندك الوكالة في وكالة الاعلام الخارجي في وزارة الثقافة والاعلام هذه لا قيمة لها في وزارة الثقافة هنا طالب مجلس الشورى بنقله الى وزارة الخارجية وهذا شي جيد ايضا كل الدوائر اللي تعتني بالخارج تضمها الخارجية وتبدأ انت بحملة مرتبة او حملة الناس الطيبة خلي واحد مواطن بسيط يجيد اللغة الفارسية انه يدافع عن السعودية في الصحف فارسية انجليزية اي ان كان بس لاحد يكتب لي في الداخل لان الداخل ترح انه موال بنغني البعض انت تقول كلمة او اصفق لك هذا الصح عندك الجزء الثاني الرعاية السعودين وهذا موضوع مهم هم يقولون انهم مليون اللي خارج السعودية السعودين انا شك فيها الرقم لانه قال لي السفير القطان في مصر قال لي 400 الف تقريبا سعودي في مصر الوحدة فمن بالك بقية الدول العالم اكثر منهم هذولا يحتاجون رعاية يحتاجون اهتمام لانه السفارة حتى المؤمر فيلسوفنا العظيم له كلام جميل دائما يسافر بره قلت له قال يا اخي بره لا ظلم كحد لك مرجع تروح السفارة هنا لو واحد ظلمك ما يدل وين تروح يعني في الرياضة لو ظلمت وين تروح دي وانه ما ظالم ولا القضاء ولا الشرطة ما تدري لكن انت لو يظلم كحد في مصر تروح للسفارة تحتمي في شؤون الرعاية او ظن غير او اسمها لا يسم اخر هنا لك انت مرجعية انا اتمنى ان نركز على الجانبين ومتفائلين بالاستاذ عادر الجبير وزير الخارجي انه يلتفت شوي يعني احنا ما نبغى السياسة فقط تشغل الناس يحط وكيل الخارجية اللي دراسة توضاع الرعاية سواء كان اهتمام تسهيل استشارات قروض دائما نسمع عن عمليات النصب وكذا السفارة ما هي مسؤولة عن كل واحد لكن ايضا تتحمل جزء من المسؤولية انها تتواصل مع الناس او الناس ايضا يتواصلون معاها ولما تصل لأي بلد تخبر السفارة تعطيهم صورة من جوازك كذا لا سمح الله لو سرق الجواز يكون انت منتبه له وعندك صورة منه في السفارة وبالتالي سهولة استخراج الجواز لك فانا اتمنى مثل هالملف الركز عليه ابو السعب طبعا انت ما تسافر ولا يهمك ولا يجب تخبر احد اهم عليك الشاهي والحليب والممس احاديها لك